السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا رضا هنتكلم على الو دي سوستيكيشن. اللي صدر في الفين وتمنتاشر ستمبر الفين وتمنتاشر. وزدت عن الفين وتسبعتاشر. اه هتلاقي اتبع موقع بيم فورم. واتلاقي الرابط اسفل الفيديو. ودي تبع ودي ملازمة غير هدفة للربح. اه متكونة من الشركات اللي شغالة في مجال بيم بحيس انها توجد صيغة مشتركة بين البرامج المختلفة زي غبط اركيات تيكلا وكذا. فهتقدر تحمل الاصدار الاول هو عبارة عن جزء. الجزء الاول بنتكلم على اللي هو دي بيمسيك مسأل من اي جزء من الاجزاء. يقول لك لو انت هتعمله مية هيبقى بشكل فلاني. اللي هتعمله ديني يبقى بشكل فلاني. تلات ترطبية بشكل فلاني ربعة بشكل فلاني. مية هيبقى انت بس ايه بتطل الشكل مغير ما تدخل فيه التفاصيل خالص. ممكن ببعض حاجات ما تطل الشكل مجرد بس. بتبقى عارف ان هنا مسلا عبود من غير مأساة. اللي ودي متين بتبدأ تطل المأساة. ترطمية بتبدأ تدخل بعض التفصيل بتختلف من العنصر لاخر. تربعمية بتقدر تقول هيتركب ازاي? الخمسة مية بتعمل الاسبلت. الجديد هتلاقيه هنا في صفحة حيواشر بيتكلم بكشموه ده قبل كده الضاف. وبعض البسيطة الضافت. وهتلاقي في جدوى بشكل دوت بمساك لك كل العناصر. هنا آآ اليوني فيرمات ليه بيبدأ او الحاجة ايه? ذا اللي هو الحاجة الاسية اللي هو مسلا بنتكلم على كل تعم؟ بينقسم طبعا لكزا الفونديشن هتبقى ايه عشرة. الحاجة اللي تندبلي تحت الفونديشن هتبقى ايه عشرة عشرة ايه عشرة 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 يعني اللي تبقى ده مجرد بس لتنظيم العناصر ديات. وبعد كده بيبدأ بقى يقول لي اللي هو دي يعني في التسليم دي هتسال مية متين ترطمية. اللي مهي ايه? ان الشركة المسؤولة عن المدد العنصر دو. لان ممكن يكون في شركات كتيرة شغالة في المشروع. فهنا بيحدد ان الشركة المسؤولة عنه وتقدر تكتب ملحوظات. فده اللي موجود في الالو دي الفين وتبنتاشر وصدر في ستمبر.